من قطاع النقل الجوين مر الآن إلى قطاع النقل البريين يعرف مشروع القطاع السريع الفائق السرع الذي سيربط في المستقبل القريب بين وسط البلاد وغربها يعرف تأخرا في عدد من النقاط بسبب تماطل شركة سونالجاز في تحويل أعمدة الكهرباء من خط المشروع التفاصيل مع أحمد قارة في هذا التقرير 220 كم في الساعة هي سرعة القطار الرابط بين وسط البلاد وغربها انطلاقا من وادة ليلات بوهران وصولا إلى ولاية تيلمسان ومن المنتظر أن يعطي هذا المشروع دفعة نوعية لحركة تنقل المسافرين والبضائع لدينا مشروع مع سونالجاز في البيل نميرو 4 البيل دور سا في زنفيران عام ونصف والبيل راها توجور في بقية لسولة ما زال مخدمناها سونالجاز تأخذ قرارات جيني سيفيل تعليل بيلون رام مخدمين بقي المونتاج ونسننا فوق يديرون أنطراب بالدوفر ويجبوا للانتريبريز لدي المونتاج هذا المشروع الذي بلغت قيمة إنجازه أكثر من مليار أورو والذي كان من المنتظر تسليمه في مدة تسع وثلاثين شهرا يعرف عراقيلا من شركات وطنية أخرى في العديد من النقاط هناك أيضا جسر خاص في كيلومترين هناك جسور جد مهمة نتكلم عن أكبر الجسور في العالم التي ننجزها للسكك الحديدية الفائقة السرعة هذا المشروع الذي يحمل مئة منشأة فنية من بينها أعلى منشأة فنية في العالم للسكك الحديدية بعلوم مئة وثلاثين مترا